الoral disintegrating tablets او اختصارا او دي تي وهي الراس بيتم عملية disintegration بتاعها ان هي بتفك مكوناتها على بضية بتفك وبتدوم في الoral في الفم طبعا دي مختلفة عن ال sublingual او الباكل بيبقى تحت لسان لكن دي بتبقى فوق اللسان فها بسميها oral disintegrating tablet وبتعتمد في disintegration بتاعها على وجود الصلايفة اللي موجودة في الفم فبالتالي بيحصل عملية disintegration والدوابان تعالوا نشوف كده فيديو وضح الكلام ده ادي القرص اول ما الصلايفة بدأت تخش بيحصل اللي موجودة فيه بتؤدي الى انت تبدأ يحصل disintegration ويحصل لها زي ما حضرتكم شايفين وبعد كده المادة الكل الكونات القرص بتبدأ تدوب تماما داخل الفم فوق اللسان زي ما حضرتكم شايفين وطبعا بيبقى ليها معينة هي اللي بتساعد على اه اه وليها معينة بتساعد على هذا الاكشن الفرق بيبين والتابلت بيحصل فوران لكن او ما بيحصلش فوران بس اه برضو بتتحط في المية زي ما حضرتكم شايفين بيبدأ القرص اه يحصل له disintegration زي ما احنا شايفين طبعا اه 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 اثناء ده ومفروض يبقى فيه عملية تقليب عشان يحصل له dispersion بالشكل المناسب بعد كده اورالي لايفلي زيت وهي التكنيك بتاعها شوية اه بيكون بهزا الشكل هي بتبقى عبارة عن سلاري او اه 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 زي اه اه بودرة بتبقى بالشكل اللي توصل ان هي عاجينة اه 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 زي ما حضرتكم شايفين بيتم عملية دي في او اللي جاهز لعملية زي ما حضرتكم شايفين في الصورة بعد كده بيتم عملية ويحصل وهو ان احنا نعمل المية اللي موجودة في السلاري دي اه عن طريق عملية درجات حرارة منخفضة وضغط منخفض بيبدأ عملية او بالعربي التسامي فبتخرج المية اللي موجودة في السلاري اه وبيبدأ تكون عملية السلاري اللي هي ويتد دي تكون درايد وبتبقى موجودة في شكل ارس بهذا الشكل وبعد كده بيتم عملية البيسترينج اه فاينالي بهذا الشكل هي اه دوزش فورم شوية ولكن اه 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 موجودة وليها ومعيينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر